ينظم مركز الكويت لعلاج الإدمان التابع لوزارة الصحة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار شارك حقائق عن المخدرات قم بإنقاذ الأرواح والذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة بهدف التوعية ضد المخدرات والحد من خطورتها وأثارها السلبية نعم أيضا بدورها وزارة الداخلية وفي ذات السياق أطلقت حملة توعية تحت شعار هل في بيت مدمن مخدرات يهدف هذه الحملة لتثقيف المجتمع لكيفية التعرف على مدمن ومتعاطي المخدرات والتعامل الصحيح معه في بيت مدمن شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والحملة التوعوية وياك بالتعاون ما بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية هذا اليوم العالمي هو يوم مهم جدا بالنسبة لنا في مركز علاج الإدمان لقضية مهمة جدا الناس دائما ما ترى قضية المخدرات على أنها جريمة وبالتالي المجهودات اللي لازم دائما توضع في إطار واحد وهي أن عملية التعامل مع المدمن ومع عملية إجلاب المخدرات والإتجار بها شيء واحد يعني يصير العملية هو جهد قانوني الدولة متمثلة بوزارة الصحة تقوم بجهود مثمرة بتقديم كافة الخدمات وأفضل العلاجات لمدمن المخدرات من خلال مركز حكومي هو مركز علاج الإدمان نتكلم عن التعافي من الإدمان لا بد نعرف أن الإحصائيات العالمية وليس يعني شيء يخصنا إحنا ولكن على المستوى العالمي أن بعد عشرين سنة من التعافي والانقطاع عن تعاطي المواد المخدرات بعد عشرين سنة هناك فرصة خمسة في المئة للعودة إلى تعاطي المخدرات مرة أخرى وهذا بس يدلل على صعوبة العملية التعافي من الإدمان ولذلك كل المتعافيين عندهم شعار هو لليوم فقط شنو أقصد أنا باليوم فقط أنا كل يوم الصبح راح أقوم آخذ قرار بأني اليوم لن أتعاطي المخدرات دشيت مركز علاج الإدمان الصراحة كنت في حالة حرجة طبعا من الأعراض من السحابية اللي كان فيني وحصلت احتواء مطبيعي الصراحة بمركز علاج الإدمان لكل احتواني والكل ساعدني خاصة يعني مدير مركز الإدمان دكتور عادل الزايد هو ممقصر للأب الروحي لنا الصراحة مع الفريق العلاجي اللي موجود للكادر الطبي اللي موجود كلهم ممقصري معه أي مدمن يبي يتعافي أو يجرب بني يتعافي ثلاثة وارفين سنة اتعاطي أنا المركز بصراحة ما قصر معاي الطاقم الطبي المعالجين شفت الاحتواء شفت شلون يعني بس كانوا يبون مني أني بس يعني أبدل بس أني أبين الرغبة اللي عندي أني أبي يتعافي وأنا ما كنت مو قادر مركز علاج الإدمان التابع لمنطقة الصباح التخصصية قائم على الجهد المشتركة بين وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية لعلاج الإدمان ومكافحة المخدرات نجيب القحطاني لتلفزيون دولة الكويت